السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة السيبروان التعليمية اليوم لدينا درس مضاعفات أعداد مألوفة واحد ودمجه مع مضاعفات أعداد مألوفة اثنان على الصفحة الثلاثون وواحدة ثلاثون من كتاب رياضيات لسنة الرابعة ابتدائي إذن أكتشف في حضيرتي أيمن عشرون سيارة صغيرة إذن أيمن له عشرون سيارة أراد أن يضعها في خزانته بحيث يضع نفس عدد سيارات على كل الرفوف إذن يقول أمين أضعها على أربعة رفوف وعلى كل رف أضع خمس سيارات هل هو صحيح؟ إذن خمس سيارات في أربع رفوف إذن خمسة تكررت أربع مرات خمسة في أربعة تساوي عشرون سيارة وتقول إيمان أضعها على خمسة رفوف وعلى كل رف أضع أربع سيارات إذن أربع سيارات في خمسة رفوف إذن أربعة تكررت خمس مرات أربعة في خمسة تساوي أيضا عشرون ويقول أيمن سأستعمل جدول في ثغورس وأبحث عن كل جدات التي نتيجتها عشرون ما رأيك فيما قاله كل من أمين وإيمان وإيمان إذن ما قاله أمين صحيح وما قالت إيمان أيضا صحيح وما قاله أيمن أيضا صحيح استعن بجدول في ثغورس لإيجاد كل الجدات التي نتيجتها عشرون إذن في جدول في ثغورس نجد الجدات الخاصة بعشرون نجد إثنان في عشرة وأيضا عشرة في إثنان نجد أيضا أربعة في خمسة ونجد أيضا خمسة في أربعة إذن هذه هي الحلول نقدروا رفين رفين في كل رف ندروا عشر سيارات أو إثنان في عشرة معنا ندروا عشرة رفوف في كل رف سيارتين نقدروا ندروا أربع رفوف في كل رف خمس سيارات أو العكس خمسة رفوف في كل رف أربع سيارات إذن هذه هي الجداءات المحتملة الموجودة في جدول في ثغورس الآن قال لاحظ الانتظامات ثم أكمل على كراسك ملء الجدول والفراغات إذن لدينا سفر في اثنان تساوي سفر واحد في اثنان تساوي اثنان اثنان في اثنان تساوي أربعة ثلاثة في اثنان تساوي ستة إذن ما هي هذه الأرقام أو الأعداد المكتوبة في الشريط الأخطر؟ نجد المضاعفات العشرة الأولى للعدد اثنان إذن هذه هي مضاعفات اثنان نكمل أربعة في اثنان إذن تساوي ثمانية ثم خمسة في اثنان تساوي عشرة ستة في اثنان اثنى عشر سبعة في اثنان تساوي أربعة عشر ثم ثم ثمانية في اثنان تساوي ستة عشر تسعة في اثنان وتساوي ثمانية عشر إذن هذه مضاعفات العدد اثنان بفهم؟ إذن نلاحظ سفر اثنان أربعة ستة ثمانية عشر اثنى عشر أربعة عشر ستة عشر ثمانية عشر إذن مضاعفات العدد اثنان وحداتها كلها أعداد زوجية إذن مضاعفات العدد إثنان كل وحداتها هي أعداد زوجية ثم نلاحظ المضاعفات العشر الأولى للعدد ماذا؟ سفر، خمسة، عشر أو سفر في خمسة، واحد في خمسة، إثنان في خمسة إذن هذا العدد خمسة إذن مضاعفات العدد خمسة سفر، خمسة، عشر، خمسة، عشر، عشرون، خمسة وعشرون، ثلاثون، خمسة وثلاثون، أربعون، وخمسة وأربعون إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن مضاعفات خمسة وحداتها كلها سفر، خمسة سفر، خمسة، سفر، خمسة نتحدث عن الوحدات 5-0-5-0-5-0-5-0-5-0 إذن المضاعفات العدد 5 وحداتها 0 أو 5 فقط ثم المضاعفات العشرة الأولى للعدد ماذا؟ نلاحظ 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90 إذن المضاعفات العشرة الأولى للعدد 10 لأننا نضيف بالعشرة ماذا نلاحظ؟ نلاحظ وحداتها كلها 0 إذن مضاعفات عشرة وحداتها كلها 0 ومضاعفات العدد 5 وحداتها 0 و5 ومضاعفات 2 وحداتها كلها أعداد زوجية 0, 2, 4, 6, 8 إذن هذه مضعفات 2 الآن قال أوجد عددين كلاهما مضعف للعداد 2 5 و 10 إذن قلنا مضعفات 2 وحداتها كلها عداد زوجية مضعفات العدد 5 مضعفاتها وحداتها كلها 0 و 5 و مضعفات 10 وحداتها كلها 0 إذن نبحث عن عدد مشترك وحداته 0 إذن العدد المشترك الذي وحداته 0 هو نجد 10 إذن 10 مضعف للعدد 2 10 مضعف للعدد 5 و 10 مضعف للعدد 10 إذن 10 قال أوجد عددين إذن العدد الأول هو 10 العدد الثاني هو 0 إذن 0 من مضعفات 2 0 من مضعفات 5 0 من مضعفات 10 إذن لدينا 0 و 10 إذن العددين 10 و 0 كلاهما مضعف للعدد 2 5 و 10 ثم قال أنجز أكتب مضعفات 10 المحصورة بين 213 و 293 إذن 213 وحداته ليست 0 إذن نكمل حتى نجد وحدات 0 إذن 213 إلى غاية 220 وهو المضاعف الأول للعدد 10 ثم 230 ثم 240 ثم 250 ثم 260 270 280 290 ثم 293 إذن المضاعفات العدد 10 المحصورة بين 213 و 293 هي 220 230 240 250 260 270 280 290 ثم قال أكتب مضاعفات 2 المحصورة بين 175 و193 قلنا مضاعفات 2 وحداتها كلها أرقام زوجية إذن 175 5 ليس عدد زوجي وإنها 176 هو العدد الزوجي نواصل إلى غاية 192 إذن 176 ثم نضيف 2 تصبح 178 180 182 184 إلى غاية 192 في كل مرة نوضيف 2 ثم قال جمع فلاح 100 بيضة أراد أن يضعها في أطباق ذات 12 بيضة ما هو عدد الأطباق اللازمة له إذن لدينا الطبق يوجد به 12 بيضة ثم الطبق الثاني أيضا 12 إذن تصبح 24 بيضة ثم 36 في كل مرة نضيف 12 إذن 1 2 3 4 5 6 7 إذن 12 في 1 12 في 2 12 في 3 12 في 4 12 في 5 12 في 6 12 في 7 إذن 12 بيضة في 7 أطباق تعطي 90 بيضة لكن قال جمع فلاح 100 بيضة إذن يتبقى الطبق الأخير يبقى فيه إذن كم عدد الأطباق 8 أطباق 7 أطباق كاملة والطبق الأخير إذن عدد الأطباق اللازمة له 8 أطباق ثم ماذا تعلمت مضاعفات 2 هي أعداد زوجية هي أعداد رقم وحداتها 0 2 4 6 أو 8 ومضاعفات 5 هي أعداد رقم وحداتها 0 أو 5 ومضاعفات 10 هي أعداد رقم وحداتها 0 إلى هنا كنت خلاص معنا الفيديو لنهى اليوم أتركوا في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته